موسيقى بعد تعليق نشاط المجلس التأسيسي لأكثر من نصف شهر يحاول مصفى بن جعفر لما شتات النواب لأنقاذ ما بقي من التأسيسي في لقاء جمعه بثلة من النواب المنصحبين وذلك بطلب منه أطلب أن يقابلنا وأن النواب المنصحبين كوننا وفد اليوم للالتقاء معه أولا لنستمع إليه والوجه النظر وحتى نطلب منه مجددا ويستمع إلينا وأن نطلب منه التبسك بموقفه وعدم دعوة وعدم الخضوع للضغوطات التي طالبوا بالدعوة إلى عقد جلسة عامة قبل الجلوس للميادة الحوار أحبينا رمزيا أن لا يكون اللقاء داخل مجلس التأسيسي واخترني هذا المكان حتى ليف منه أنه عودة بأي شكل أو وجه من الوجوه إلى سالف نشاطنا أزمة ثقة ميزت علاقة النواب المنصحبين برئيس مجلسهم تيلة الفترة السابقة لتتغير العلاقة بعد اجتماعنا داما لأكثر من ساعة اللي تمسنا بالحديث معاه أنه متفق معنا على على قل حاجة أنه الحوار الذي بش يبدأ من جمش يبدأ قبل ما ثم إشارة لترجع الثقة مبين فرقات سياسين الإشارة هذه هي إعلان عن استقالة الحكومة بلغناه إصرارنا على أننا باقين على مطالبنا الأساسية وأننا نعتبر أن بداية الحل هو حل هذه الحكومة بالنسبة لنا عبرنا على أنه فم توافق في حد ما إلى حد ما بين معناها تمشي النواب المتصمين وتعليق عمل المجلس الوطن التأسيسي هذا يسمح بإمكانيات تواصل وإمكانيات معناها الاستماع عن الناس لبعضها وإمكانيات كذلك للجوافقة اللي كانت منعدمة تماما وهي تعادل السفر وما زالت كذلك مع العديد من الأطراف الأمور تسير نحو الانفراج وحل الأزمة هكذا صرح مفدي لمسدي المتحدث باسم رئيس المجلس التأسيسي بعد هذا اللقاء يعني الحديث كان حديث صريح داولوا في مختلف المساكل المهم كونه يعني فم نوع من عنصر ثيقة يعني بدأ يرجع اليوم وما حتى نواب اللي كانوا مع رئيس المجلس عبروا على ذلك إن شاء الله خير الأزمة في تونس أضحت أزمة حوارات ورقاءات عقيمة لم يجد السياسيون حلا لإخصابها عقم ظاهره توافق وسير نحو حل الأزمة وبطنه خوف وحذر بين الفرقاء السياسيين ترجمة نانسي قنقر